معاناة تعيشها المثنى مع تفاقم شح المياه في نهر الرماثة الذي يغذي المحافظة بمياه الشرب ويؤمن سقي الأراضي الزراعية أزمة وصلت إلى حد منع سكان من الخطة الزراعية الصيفية وأبرزها زراعة محصول الشلب في وقت حمل سكان الحكومة المسئولية الكاملة بسبب دورها الغائب ومجاملة إيران المتسببة بهذه الأزمة فإحنا ما معقولة من أبسط مقاومات الحياة تمنعوننا عنها وين دور وزير الزراع وين دور وزير الموارد المائية وين دور وزير الخارجية اللي نسقلنا وين مع الدول المجاورة إحنا متهددين بالحياة متهددين بالحياة لذلك أنه نقول بداية نهايتكم ستكون من الرماثة إذا ما تضعون حلول جذرية لأنه إحنا ما عدنا شيء خسرة الماء من عندهم وقطعوا علينا فدولتنا ساكتة ما عرف ليش زين ما أدر شين هو يعني بيناتهم أكو 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 شيء مجاملات خوف العراقيين أنا أدر بالعراقيين ما يخافون زين إحنا كشعب زين قلونا ما يكم قوموا المفروض سبحوننا وإحنا شوفوننا زين إحنا نضحي والله العظيم من أجل الماء مسؤولو الجمعيات الفلاحية في المثنى أكدوا أن دول الجوار تتحمل مسؤولية شح المياه فيما لم تطالب الحكومة هذه الدول بحصة العراق من المياه شحة المياه هي شحة يعني سببها دول الجوار وحكومتنا المركزية ما عالجتها مثلا ما داعت الدول الجوار بتعطانا حصتنا المخصصة إنها من المياه لذلك السماوة انحرمت محافظة المثنى محافظة زراعية وانحرمت من زراعة صيفية جميع أنواع الصيفية أزمة حقيقية تعاني منها المثنى كغيرها من محافظات العراق بسبب حرب المياه التي تتعرض لها البلاد من قبل دول المنبع ما أدى إلى فقدان العراق لهويته الزراعية وتهديد الملايين بالنزوح هربا من العطش